لم نظر أن تصنطت القصة لبناء المنقبة و لم يكن منظر أن تصنطت القصة و لم تتحدث التعليق لم تتحدث قلبها لم تتحرك فيها شيئا لم توقف لها شعر من الراس البنات لذلك تصنطوا القصة أكيد أعلمني عن ماذا أصنطت و لم تصنطت لها سنجعلها رابط القصة في أول تعليق و الإشارة للرقم القصة هو 294 أعرف أنكم متحمسين هذا الشيء قبل أن ندخل لكم في الجديد سأعطيكم واحد تذكير بسيط على القصة أنا هي لوبنا لتشاهدت معكم القصة هذه أربع شهور دازت من ديك النهار حياتي تبدل 380 درجة بالحق قبل أن نصل لكم الأشنطرة سنعود لكم شوية من ديك الشيء هذه الساعة كيف مبدعت لكم في القصة ديالي الأولى تكبرت في أحد الأسرة التي محافظة بثاف في أحد الأب ديالي كان متشدد بلاقيها كان من النوع لأن البنت تصل إلى السادس يخرجها من القرية و يقلسها في الدار و تبلاقي لها النقاب حياتي لم يكن أي شيء من دار وشقة حتى النهار الذي سيأتي إلى السلطان العريس الذي يزوج بيه بشكل تقليدي لم يكن أعرفه السيد كيف أرى أن تفتن بيه و حتى نفس الشفته يجبني بثاف كان باقي صغير ما كبيرش بثاف ما يصور الحال ما نقص حتى شي حاجة لأمورتي سرعت كنا طيحنا لها قد و تزوج بهذا الراجل حتى هو كان ملتزم غير ما كانش بنفس الدرجة الأب ديالي كان متفتح واحد شوية على الأقل هو كان يخرجني لم يكن يديني كان مهلي فيها ماديا إذا طلبت الحاجة يجب لي منها جوش ثلاثة المهم كان مهلي فيها المشكلة الواحدة اللي كان بناتنا هي ذيك الغيرة الزيدة كانت مثلا درت الكحال في الدار ولا مثلا درت الريحة من خرج من الدار حتى ندوش وعينية كيف يفرقهم لي فريك كيقول لي من بغي حتى شي واحد يشوف الكحال في عينيك يديني لهم الليقات كان ممنوع لي الخرج بوحدي مهم هذا هو هذه علاقة مع هذا الرجل وانا هات الشي كان بالنسبة لي بحل الجنة حينت في دارنا كنت ملفة هات الشي وملفة ما كتر وهو على الأقل في داره كانت عنده تلفازة كنت تخرجي كتشميل يعني على الأقل كانوا عندي شوية اللي مكانوش في دارنا عايشت مع هذا الرجل الباخر والآخر حمضة ربي وشكرا على الدويرة ديالي وعلى الرجل اللي كنت عايشة معه مهم الأمور ديالي كان طبيئية وردت مع هذا الرجل تلاسيت الوليدات ونهار لنهار حياتي معه كانت تساقر وبدأك تقفية كتر وهذيك الغيرة ما بقعتش كيف ما كانت سياد كي بغيني اه ولكن بدأك تقفية وحتى الوقت خلاتني أنني انتحا قدر لي البيرمي وشرى لي الطموبيل ولا مكلفني بالولاد ولا مكلفة بطاقة ديال الدار ما كرم نقص علي والو بنسبة الدار كان جابلي الخدام اللي كتعاونني وأنا كنت مهلي فاهمة الصالة هي المشكلة المشكلة هو أنا والبنات الذين اصدقت معهم في ذلك الصالة حيات من النهار اللي دخلت لها ذي الصالة سيتلوى علي جوج ديال أخباته اللي ما عرفتش اللي ما حرفتش اللي ما حرفتش كيف اجداروا لي ولكن تسكنوا لي مبيل لانهار ولو صحاباتي من غير الصالة وليس كنت نتلقاء معهم محساف الدار كمشي عندهم كي عرضوا لي عرفوني علانة سخرين شفت معهم قصير ديال غير العيالات الشيشة والشطيح والرديع وحد الجولي ما عمرني ما كنت شايفا بحياتي أنا هاتشي ما غنقوش يكون ما عجبني اش عجبني وجيني فشكل وكانك يعجبني جماعة ديالهم وهوما داروا المستحيل باش يكحلوا الحياة فائنية كانوا دائما كيبينوا المفاتيلي عندي وكيقولوا لي يا انتي باقة صغيرة اللي شافك ميقوش انكي والدة ثلاثة اللي شافك ميقوش اصلا راكيم زوجة حينت فعلا انا في ذاك الوقيتها كنت صغيرة وشد فراسي لطيد ديالي مقادز ولي قحمة والدة المهم ما كان نقصني حتى شي حاجة كانوا دائما لهما لهدوك الكليكة اللي كانوا عرفوني بيهم في اليامات اللي كانت لقاوه في القصير واللي بغي يعرف التفاصيل حينس انا كيف مكتلكم لبنات اللي مصنطي القصة غير يعرفوني علش كان هدر ولكن اللي بنات اللي عمروهم ما تصنطوا راه ضروري مخصومي تصنطوا القصة حينت في هات تفاصيل كاملة المهم بشوية بشوية كيف مكتلكم غادي نبقى غادي معاهم في ذاك الهيت ونهار لنهار كنا نقرح حياتي مع راجلي في الأول كنت غير كنت تفرج شوية وليس كان شية شوية وليس كان كمية شوية عاتوا اللي وكي قولوا لي يا الله يتصهري معانا غير انا ما كانش عندي مشكل ما كانش عندي كيفاش حتى النهار اللي راجلي غادي يمشيل الشين وخصوا يجيب شي سلعة ثم كنت تفتحت لي الفرصة وكوز مشيت صهرت معهم الأول مرة غا نخرج من حندها من الدار بلا نقعب بلا فولار خارجة اريانا عرفتوا لابسة غير واحد الكسوة وكل ماكياج قلت لي هناري الناس غادي يشوفوني قلت لي ما عندك مناش تخافي شي دبارانج لكي لا شافك والله ما يعرفك وفعلا البلاس كنت مبتلة بساف المهم غادي مشيون ونقصروا أول مرة في واحد البار الضحك والتريقيل ومني انتخلت لسمة ماكينش اللي ماكاش كيشوف فييا ماكينش اللي ماعينوش مني أنا قادثة انوامر كيجو حتى لعندي هما كاملين ضائرين بيا وكيقولي يا واش نو قلنا ها انتي يا يا ياختي نهار لوو والاخر الشي كل شي بغي ايكو لك بقيني الشي انتي يا هذا الراجل خصو يبوس يدي ورجلي مالكي داع في نحيا سكمه نهار ومطال في الشقة وطياب مالوكي يقول لك حقا ما تدخليش ما تديريش ما تفعليش حين تراجلي هنا بدك يطلع لي الزعاف ولا كيقولي يا بارك عليك من الضران وتسكوهات في الزناقي انا ما كونش مسوق علي وحتى هو كان كيميك ما كانش بغي يضغط علي يا بازال حين شافني زعمارة عقلي ووالدة ثلاثة وليداتي بدأوا يكبروا يعني واش انا مازل دير هاد الشي صافي كانت صايق فيها وغير كان كيقول ان هادوكي صاحبات غي خرجوا علي وصافي ولكن مشاقه يخرجوا علي في هذا الشي اللي كنت كان ديره هو كان كيبال ليه غير زعمار ضاري وغير نهام الولادي واحد شوية المهم بقيت جارة هاكاك فدك لعفل النهار على النهار كان زيت حاجة جديدة حتى وليس بعض المرات كان شرب الشراب هاد الشي كامل كان ديره وكان ديره مستحيل المهم كنت في اللول كانت خلق قبل ما يجي كيد خلقي القاني مدوشة لابسة غالصة ما كيحرف ليش عشانه درت النهار كامل المهم بقينا جارين هاكاكاك حتى النهار لها ديك صاحبتي ولي كتمزوجها بواحد سيد خاليجي وكان كتصرف عليها وزواجهم تقريبا غير زواجهم مسعوا هاد الشي اللي نقدر نقول لكم كنت كتشفت انها عندها حلقة مع واحد سيد اخر المهم فاش سمعت هديك الهضراء ما عجبنيش الحال وكنت درت فيها وكت لها صاحبتي اه نضحكوا اللي ابو ولكن باش انا كيد غدري راجلك لا هدي رهزينا وما كانش عجبني الحال ايو السيدة درت فيها وقال ليشوفي انتي محسش بيا انتي راجلك حداك شوفيني انا الراجل ما كيعقلش عليك يجي خمستاشر يوم في العام وانا ارى مراه وعندي حتياجات وانا هاديك لا وصافي فاش انتي ما عاجبكش هتزواش تلقي منو قلت لي يا مانقدر شو ولي كيصرف علي انا ميمكنيش نتفارق معاه المهم بقاتك تباكي حتى كنت عاطفت معاها غدي ندوزو مودة حتى الواحد نهار الراجل ما غايكونش والسيدة غتطلبني طليب وغتقولي الله يصهري معانا المهم فاش خرشت غادي يجي مع هاداك صاحبها وحد السيد صاحبه اللي كيف شافني حماق عليها المهم الصهره كامله هو كيحاول يتقرب مني انا كنت كان بعد منو فاش كنا اه 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 اتفارقنا ومشيت انا في حالاتي السيد عيط لي وقالي انا سمطيتيني حمقتيني بغيتك ما بغيتك انا يكون درت فيه وكت لغا تعتني اتقال انا مرمزوجة كيلي شوفين عتك عهد الله ما عمرني صنيع ليه كله نعيط الا لا صنيتينتي انا شوفي عجبتين اعتني غير فرصة وتهرفي ليه ما عرفتش البنات الشيطان كلاليا دماغي في ذلك الوقت كنت كنت كنحس ما عرفش كيف شان قدر نوصف ليكم كنت كن خربق من الاخر المهم ما عرفش كيفاش حتى كنت كنت قتليه واخا من تم اولا الراجل كيف كيخرج من الدار كنشت مع هالحتيت في التليفون بشوية بشوية سيت كلاليا راسي كان كيت عامل معي كيفش اميرة كيقولي هاد الراجل اللي ديرك في دار وسعدات وهذا هو اللي مزوج مهم بقينا هاكا كجارين اليوم غداها لقسمها غدية وكتطور حتى وصلات الفراش ولتسيت كيف كيخرج راجلي مع الصباح كل بس هو يجيو كمشي عنده للدار كان بققال سامعه حتى كيوصل الوقت ديال الغداء وكنجي لداري نغدي ولداتي السيدة اللي كانت كتشقة معايا ولسكن سيدة الفلوس باش ولاتيالي كان دير كل شي في الدار المهم كان خرج ولداتي هاكا المداريس ديالهم ومن بعد يكن مشي للعصال يكن مشي لديك صاحبتي للدار ولا شي قصاره من القصير اللي كان ديروحنا بنتنا العيالات المهم بقي تجرف هاد الهبال وهنا غيولوا مشاكيل عندي مع الراجل بثاف دائما انا وياف صداعات فاش كنعودها للبناس كيبخوا يعمروا اليارها سيح لي وكيقول لي ما عندك ما تدري به وحتى هاداك خينا اللي كنت مصاحبة معاه كان كيقول لي شوفي تلقي منه انا نزوج بيك انا كان بغيك انا كان حماق عليك انا هادي انا هادي انا هادي مؤمر لي راسي بثاف وكان كيقولين انتي مضيها راسك معاه هاد سيد حاقرك هادي مهم كانو كحلولية هاداك الراجل في عينية بقينا جارين هاكاك حتى وليس كنت تلجنة والراجل ما بقيت نهائيا كان دين بحسابه وهو كان كيدخول معاد السعود العشرين ما كان دخول حتى الى 11 عياما يغوت وعيه بما يغلية فرقة على الصحابات وانا كان قولوا انت باغيت خنقني انت باغيت قتل لي اعطاني التقار بقينا جارين حتى النهار اللي غي مدع لي ايديه وقلت له هاداك خانس الحفظة اللي كنت مصاحبة معاه والصاحبتي بجوش بهم قالوا لي الهلي هي والهلي وصل يديه رجليه وعمروا لي راسي وصاحبتي قتل لي صافي تفارقي معاه ما عندك مدري به ويهيم بقاوكي عمروا لي راسي حتى النهار اللي قررت فعناني فعلا غنت تفارق معاه كنت جماعة تشي فليسات كانوا عنده في البلاكار فلوس صحيحة وشيدهية بديعلي وهزيت الحويج غال الحويج ديان رومي ماشي شي حاجه اخرى النقاب ديالي وجلاب اذك شي كامل خليتو في الدار خارجة فرحانة كي سحب لي خارجة الحرية وانا عيش حياتي حسن من الحياة اللي كنت عايشة مكنش كي سحب لي اني كنت عايشة في الجنة وانا نجيب اخبار المهمة البنات خارج من هذيك الدار وفي اول غمشي نسكن مع هذيك صاحبتي وغلق الراحة كنت عايشة حياتي وكنت عايش بني الحال كنت في ذلك المرحلة اللورة خارجة الطريق وانا عايشة الحشيج القرقوبي لا يوجد شيء جيد في البلية في هذا الوقت كانت عندي فلوس كثيرة وكنت كنت خسر على كل شيء ناس كامل اللي كيسروا معي ما كانش عندي مشكل وما كانش كي سحب لي ان هذيك الفلوس غادي تقادى واحد نهار المهم بقينا هكاك هذيك خلال اللي كنت معه نهار معه نهار ولو عندي بينو بينو مشاكي الوصداعات وخاصة في الوقت اللي كنت قلو تزوج بي دائما يقول يا واخا ماشي دابا انا ما وعدتكش انا هذي انا هذي غادي مقاوحة الواحد مرة تخسمت معاه ومن بعدها نكتشف انه تزوج فاش عرفت انه تزوج كنت بغان تستون حماق مشي سعرقتها شراب وجدرت الحيحة في الدار هذيك صاحبتي كنت قلت لي يشوف يا ناتشي ما مثل كنيش وراجلي لتقلي الخبار غادي يطلقني وانتيرك يا عارفة هو لي هازني وهاز والي دي المهمة البنات غادي نهزراتي وغام شهدتك خين الخدمة ديانو غادي يوم موجدلي بساب دي الهضراء بغادي نقول له ضيعتيني يحرم عليك خرشي لي اجداك نهار لو تخرجني من داري الساعة علقيت وموجد لي جاريدة قالي انتي اللي كتهدري واش منيتك بغيتيني تزوج بيك وانتي تخليتي على راجلك وتخليتي على ولادك قالي يا وتعقلي لي انا قالي يا سيريا الفاعلة يا تارك وزيدون هانا تزوج بك اشنو غادي ناخد ما زاله وانتي اعطتيني كل شيء اعطتيني لقاء هادك الشيء اللي غادي ناخده من المراز الزواج قالي ايوش انتي منيتك انا باقي ازري وانتزوج وحده في حالك ما لي شايد ما لي هادي قل لي انتي اصلا مصلحي لحتشي حاجة هذا الشيء اللي خلاني نحس في حالها خنجرة تخشى ليه في ظهري المهم ارجعت ومشيت عندك صاحبتي وبديت كان بكي وقلت له هاش نوقع لي قلت لي ويلي واش انتي اصبكي على راجل واش انتي هادي وانا ما نقدمشي لكم الابناس بغيتوا ديال بالصح المهم من ذلك النهار قررت اني انتاقم من الرجال كنت كان نخرج مع هذا ونخلي حتى يتعلق بيه وفتالي كان مشو نخلي عند بالي اني انتاقم منه وما كان يسحب لي اني انتاقم من راسي نهار على نهار كان زيت نتوسخ كتر نهار على نهار كان يمشي مع رجال كتر حتى وليت انا ما بقيتش حملة راسي فهذا الوقت باش ننسي هاتشي كامل وتقوليبة اللي تقوليبت وليت اغلت الشرابات لدرجة ما بقيتش كان عقل على راسي ولي دائما جايز كان للدار ودائما كنديلها المشاكيل مع الجيران حتى النهار اللي غادي تقولي اختي سمحي ليه انتي صاحبتي قابل حقا سكتخبي ليه شو بعتيني مع الجيران وصورتيني مع الناس ولا اللي كي تشوفني معه يقول انا اني في حالك وليت هي اللي كانت خارجة للطراح كتقولي انا اني انا خارجة للطراح كسر منها المهم سيدة بصالح العبارة كتلي ايلا بقيتم هايا غدش بدل يستعم هراشلي هنا البنات هادوك العيالات اللي كنا نجمعوا كاملين وكان قصروا كيفما البنات اللي تسنتوا القصة اللولى رغي عارفوا لي عريش كان هدار كاملين تخلىوه حليا كانوا كيشفوني وكيشفوني 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 حينت من الاخر تلسقت علي واحد تيكيتا اللي خيبة بزاف تيكيتا دي البنت الصنقة سمحوا لي اياه انتيت لكم واحد النقطة على رجلي اللول رجلي اللول فاشي الله اخرش من الدار كانت مهم كتسعتيال الدوران و الزنديق و كمرة صهرانا هنا و مرة صهرانا هنا الناس كانوا كتسعوني نهار وليوميا نفسي ما نحن نرى يوميا مكاش نهار اللي كانت بتقلوه يوميا الصهير والدوران احنا هنا احنا هنا حد الفلوس كانوا موجودة المهم فى ذلك الوقت سأعمر لي راسي هادوك صاحبتي وهذاك خينا يكون مهاما و يقولوا لي يخصيك تدفعي تلاق رغمي يمكنك تبقى في حلاكة الراجل اللي حصلك غادي لك الخيانة الزوجي وهديك الساقة بشي ضربة الحبس المهم عمرو لي يا راسي مزيان حصل نالي بشي عند المحامي وكتلو بغا اطلاق المهم المحامي رفع لي الدعوة والدعوة كتوسلات الراجل وتلاقي تنويه في المحكامة الراجل جاي وحد الرأسه ما عارف بشي تبلا ففي ذلك الوقت كان يقلب اليوم ما عارفش طريقي المهم الوقت اللي بالليا قالس دس مرحده ما عارفنيش لاني كنت غادي بمينية وصباد يلطالون والروايح والماكياجات المهم هو وخقاعي شوفني ما يعرفنيش الوقت اللي تخلنا عند القادي وزفيا عينيه وشافني تصدر متخيلوا السيد بدأ كيبكي هو كيبكي حين تبقى في حالتي وانا كن كسحاب لي كيبكي حين تندم عليا وباغي يردني المهم دكستاع بغيت لعليا القادي كان حبسو القادي كان قللي شنو قتلو انا بغيت نطلق وانت كتشوف بعينيك سيدها ماجي وضربني وانا ما بقيتش باغي السيدة المستحيل باش ما يتلقنيش الدرجة انه كان دوا مع المحامي ديالي وكان قال لي يقول ليها ترجح لدارها قبل ما يفوت الفوت قول ليها بنت الناس يلا غلطي خلينا نغمضو عينينا وبدأو صفحة جديدة انا عارف انكي هاتوك صحاباتك هما اللي يخرجوا عليك وغاي امروا لك راسك هادوك رميسوا هما يصلاحوا المحامي قال ليها هاد الهضرة وصحاباتي ذيك الساعة كانوا يقولوا ليها ها شنو قلنا ليك ها هو بدك يطلبوا ويرغبوا يك ترجعي لي غا تكوني مدلولة يك هو اللي كان يضربك يك هو اللي كان يحبسك في الدار يك هو يك هو يك هو المهم عمره لي راسي حسن انهالي طلقت منه وانهالي طلقت منه قال لي يشوفي غايجي واحد نهالي غا تندمي وكان مشاو خلاني المهم البنات الوقت اللي يجرت عليها هاد الكساح بتي من الدار وانهالي تخلى عليها مبقى كيباليا حتى شي واحد من غير واحد البنات كنت تعرفت عليهم مغر في واحد البار كانوا هبنات خرشوا للطريق من الأخر مهم شيت معهم لكساح كوز كانت نضيباني بادوك الفلوس اللي بقوا عندي ون بقواوش بزافحة النهار اللي تقادعوا وتموا وليت خرجوا للطريق نهار كان نهاس وبلليل كان ندبر على راسي كان قصار وكان ندبر على الفلوس باش نناكل ونخلص البيت ونسكر ونضوخ الراس تمنيت كل ما دارت حتى شي حاجة من هذا الشيء تمنيت هذه كلاسة لم يمشيش لها ولكن صافي اللي اطلع طاه نضوص واحد المدة هكاك حتى بديت كنحس براسي كندبل كرهت هذه الحياة ديال لين ونيت بغن نحط راسي ونتكمش ما بقيتش بغن نقرر الحميل الكلاب تمنيت ندير غن نقاب ونتستر ولا حتى نصافي اللي اطلع طاه ما عندي كيفاش ندير دابة ما حارف حتى شي حاجة ما عندي شي حرفة وال والبناهت ما تفكرت راجلي وقلت اللي رجعت لي غادي رجع لي هورها كيبغيني وغايشوفني وغايحماق حليها كنت غالطة منشت عنده حتى للدار دقيت خرج وشافي تخلع كان دفعني للزنقة وقالي شنو جاي تديري هنا قلت لنا جايين نرجع ليك جاي على ود ولادي قالي هاد الموضوع سديه انا عمرني نرجعك قالي انا كنت في اللوبل كانقول اه غير زهود ضحك وتريقيل تب الراسة اجغله هادك ولكن الموضوع فاش وصل انك وليتيك تفسدي وكل نهار مع واحد قالي انا ماشي اش ماتة لنرجع واحدة في حالك لداري قلت لي واخا بغيت غير ولادي قالي يا ولادك ما عنديش مشكلة بغيت تدخلي عندهم ولكن قولي مأكدة انك ينتي لي غادي سخسري حيث ولادك انك تدخلت عندهم غنقول لهم بالضبط اشنو كديري انا دابقت لهم كميتة خلي الصورة ديالك زوينة في عينيهم هاديك الساعة ملقت ما نقول ليه من غير اني حضرت عينيه وبقت ساكته المهم سيد كندخل وانا يدرت بي الدنيا نشيت بكيت حتى شبعت وفتلي ازيت واحد القرعة وشربت باش ننصه وليت من ثمه اعطيها غير الشرابات القرقوبي كان حاول اني منعقلش نهائيا ما نتفكرش قاعدك شريدة زالية ماشي ندمت شي حاجة وما اكتر عرفتش نهاية تكوني عيشة مستقرة بخدامتك بدارك بطموبيلتك ما نقصك حتى شي حاجة الراجل رأي الفلوسي كان يعطيني بالهبال كان يتمناني غير نضحك لي احتولي الجفاف كيل عبية هادا وكيل عبية هادا ياخذوا مني دكشي اللي بغا ومسحوا في يديهم ويلوحوني كيف الكلبة ما عندي قيمة كلما كان دوزليلا كلما كان حس بالقيمة ديال الحياة اللي كنت حشبهها كان حس بقيمة الراجل انا جيت نقودلكم القصة ديالي هاديك الساحة حانت فعلا كنت نادمة كنت بغيت اللي ينصحني كنت بغيتكم تاخدوا عبرة من القصة ديالي ما بغيتشي واحد تغلط نفس الغلط اللي غلطت انايا كنت كنقول لا ربما بهاد الاجر اللي غندير ربي يشوف من حالي ينجيني من هادشي اللي انا فيه كنت 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 نطلب الله وخا كنحس براسي مصخة بزاف وكنقول موحا ربي واشي اسمعليها كنت دائما كنت هزكفو في السما كنقول يا ربي تعتقني من هادشي انا فيه وخا ما كنش عارفة كيباش كنقول مو الساحل تعتق كي غندير انا صافي كنحس براسي انا معمر لك شي ما يرجع كيفما كان المهم نهار لحظة القصة ديالي في القناة ديالشهره زاد ما كانش كيس حبلية انا من المورة هذيك القصة غدي تتغير حياتي 180 درجة قبل من كل شي شكرا اللي بنات كامن اللي علقوا لي وحتى هذوك اللي عيروني هاتني الساهل انا اصلا فاش كنت كنحاود رأينا كنت كنحاير راسي رأيها البنات عارفة راسي ما كان سوما كان صلاح وعارفة راسي غلطت بزاف انا فجيت نقول لكم قصة انا ما بغيتكمش انكم تديروني قدوة بغيتكم تتخذوني عبرة حينت انا تزرفت انا ما كنش عارفة ما كنش عارفة هذيك الطريق فين كتوصل كنت مغمضة عينية كيكس حبلية كانت كيكس حبلية غير خطية كنت فاش كيقولية ما تخرجيش ما تديريش فاش كان كيخاف اليا من اديابلي فالزنقة كانقول هادا مهقد هذا من عرف هذا هذا ما كنش كيصحب لا يحميني انه كن كيخاف اليا انه كان ديري الشان هدك النقاب لي ما كنش باغه هدك الحجاب هاديك القفة لي كنت فيها كانت مغلي بعمر ش واحد ما يقولي حتنس كلمة كانت لي كان لزم احدها ما يحتراب فينك احدا راسو حتى قلت اللي كان دوز من حدها كيقول الله يسر بناتنا أنا حسيت بكم وحرفت أن الهضرة اللي قلتوا كاملة فيها وفي نفس الوقت بغت نشكر البنات اللي تعاطفوا معايا البنات اللي بقيت فيهم البنات اللي اداعوا معايا البنات اللي نصحوني وقالوا لي رجعي لطراق الله أنا البنات كنت بغى نرجح ولكن في حالة كان حس براسيم قيدة كي غا ندير شكولي غايصرة فعلية شكولي غايعتني الدرهمية للأخرا ماكنش هارف راسيم الرجلية الحاجة الوحيدة اللي قررت ندير في ذاك الوقت هي أني ننقسم البلية أني نرجع لطراق الله ولا وغير شوية عارفة أني ما عنديش كيفة شندير ولكن قلت نحاول واخر نرجع لصلاة نرجع للدعاء ما عارفة شو جايت قبل مني ولا لا المهم قلت ندير اللي قليت كان هزكفو في اسما وكان طلب صدر ببيحة للنهار اللي غا تعيتي تلي شهر زات وغا تقول لي يا واحد اسيدة بغا تتواصل معاك المهم قلت لها مرحبا و قلت لي أختي سؤال واحد و جاوبيني بصراحة قلت لها نعم قلت لي واش انت بغت توبي الله واش انت يا عيدي من هذيك الحياة و بغيتي تتاكل القيمة ديال الحلال واخا غير شوية ما غنوعدكش انك يتولي لبس عليك ولا عاجبك هذيك الحياة كلها شوف اختي الشي انا القا غير في نسكن واشنو ناكل ما بقيت بغي حتى شي حاجة اخرى من الدنيا قلت لي سمعيني انا عندي واحد لم ايمل كندير في الخياطة الى بغيتي اجيت علمي نوري كل شي من احسن زيت و في هذي المدة انا انهز المصاريف ديالك غير تواعديني ما عمركي ما زالت مشي لهذاك الشي الحرام و ما عمركي ما تجي لي يا سكرانة ولا مغيبة ما بغيت حتى شي واحد يقول علي نص كلمة انا راني مرمز وجوه بولادي بغيت تتخدمي بالحلال مرحبا بغيتي الحرام الله يعونك اختي انا غنع ديك المدة ديال سيمانة فكري مسيان وباش مما كان اردي لي المهم فاشد و اسمعي ما نكذبش حليكم حساس بالدنيا دارتبية في لحظة مبقيتش عارفة اشنوباغة من هاد الدنيا ما غنقولشكم ان هالي الانسان اللي بحيلي تواصلت معي صراحة تواصلوا معي بزاف الابنات من طريق شهره ذات و كين ينشي بنات اللي كانوا خليوا لي في كومنتاق اني بغيت البغاور رقم ديالي و كنت صفتوليهم بزاف الابنات عندي علاقة معهم الى يومينا الان بزاف الابنات اللي بقينا كنها اضروب الساعات عاود لهم بزاف ديل تفاصيل الى حياتي بزاف الابنات اللي بكي تناويهم في التليفون اللي حاولوا يعاونوني لماديا ولا مئنويا ما نكذبش اليهم الخير ديالهم ما عمرني ما ننسح المهم كنت شاورت مع واحد جوجبنات ديك ساعة كنت كنت تواصل معهم و من بعد تواصلت مع شهره ذات و كنت اختي شهره ذات هشنوكين و هشنوكين و هشنوكين كنت لها عشنو بالليك انا ما بغت ندر حتشي حاجة نقولها لك قلت لي كلمة واحدة شوف يا اختي إلا كنت بغت تبدلي فرصة وجدت البنيت ديك إلا تعلمت حريفة ممكن تعيش بها في الحلال كيفما قلت لك السيدة ما غتو ليش لاباس عليك بالحق ما عمر شي واحد ما غيقول عليك نصف كلمة وبهات طريقة قبل ما نشوفه شنو غادي سكسبي اولا غا تكسبي راسك قلت لي يلا كنتي غادي تشوهي بي و غا تديري غالي المشاكيل ما كيلا شعية السيدة و اعتادرين منها انا فشقتي يا هاد الهدراح تسبو احد مسئولية كبيرة و كنت عرفت اني دابة ما عنديش الحق نهائيا نغلط كنت شدو يسمعها و قلت لها شوفي كقسم الفمي بالله ما حمرني ندير شي حاجة اللي تحشم بيك و لا تحشم بالبنات كاملين اللي يدعو معايا والبنات اللي تعاطفوا معايا اللي يدعو معايا قلت ليها صافي انا مساعدة اني نبدأ حيات جديدة و الكرة صعيب عليها قلت لي غير حاولي ان شاء الله ما يكون غير الخير المهم تواصلت مع هذه السيدة اللي من بعد كنت لقيت انا وياها اول حاجة درتها هي مشيت شريت شي حويجات لي محترمين حتى في الأول انا كان عندي ذلك الشي كامل ماسخ و كنت مشيت عن دار هذا المعمل بديت كانت تعلم بشوية بشوية كانت شدة معايا الخاطر و كنت تعلمني من قلبها بدأت معايا من تحت السيفر حتى انا ما عمرني ما دخلت لهذا المجال مو هي بشوية بشوية بديت كانت تعلم في الأول بديت تغرب الفينيسيون شوية قلستني في واحد الماكينة شوية في واحد الماكينة اخرى بشوية بشوية حتى الحمد والله يديت تلقت واحد شوية فهذا الوقت انا كنت بخي ساكنة مع هدوك البنات من النهار اللي عاوت القصة ديالي ما عمر ود المره مدى لي يديه ولا قاسني غير حاجة واحدة البلية اللي بقي الحد الآن شدة فيها كان دي المستحيل باش نبعد منها و حيت بزاف ديال الحاجات و كان حاول بشوية بشوية باش نحيضها في خطره واحدة المهم بتيت خدمة مع هدوك السيدة وهي تشهد اني ما حمرني حشمت بها كنت كنت قابل من البنات و كان بقى انا اللخرة فيهم درت الفولار والليس كنلبس جلابه والليس حضره راسي حمد الله و شكرا و دائما ندعي ان هذيك البلية تتحيد كنت بغان تبدل بغيت نبدأ حياتي من جديد المهم فهذا الوقت كنت دائما كنت لبسي دار بيك في مكتلكم انه يجمعني بولادي ما كنتش عارفه كيفاش و لكن بغان نجمع بيهم المهم ما غيدوش بزاف مجي بزافة البنات هي ساعة تتواصل معها شهره زاد و غتقول لي اخر حاجة كنت كنت توقعها قبل ما تواصل معي هي انا كنت وصلت معها و كنت شوفر هش نوقع و هش نوقع قولي هالليبنات و تقولي يا شوفي انا ما غنقول لي هموالو حتى نشوف فعلا واش بدلتي ولا لا المهم فاش تتصلت بي فرحت و كانت تتصلت بي و كانت تتصلت بي بالزعمة تقولي يا رغدي تقول الجديد حتى كنت تتصدمني و كنت تقول لي واش كتعرفي واحد سيدة اسميتها نائمة و دائما غنكمل لكم اهنا الجديد شهر زاد غنقول لكم اش نوقع معايا و في واحد نهار داخلها كيف العادة كنت شوفها كالا ميساج لكي يوصلوني المهم بقيت كنقلب 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 حتى كالا قوحة سيدة تكسب لي عاشل 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 دخلت عندها يعني في الوقت اللي انا داخلها كنشوف كي يوصلني ميساج بالميساج بالميساج دي العاجل قلت لها السلام عليكم قلت لي وعليكم السلام وسيدة كانت فرحانة بالسحب ويقول لها نعم انا اصحابي عندها قصة المستعجلة ويقولوا لي انها رجيت كي نسولك لها القصة من المنقبة قلت لها اه قلت لي ان يراسي بالسحب قلت لها اخبار الخير ويسكو ليا انا اراها واحد استيدة من العائلة ووقيها نفس البلد قلت لي اوليا كانت شي حبيج مختلفين قلت لي اتلفت ما بقيتش عرفتها واش هي ولا ماشي هي قلت لي ولي زاد ودرني هي اسمية ماشي نفسها هادي ماشي فحال فحال هادي ماشي فحال فحال وهذاك شي اللي كانت تعطيني ووديال بالصح وولي كانت تعودت لي صاحبة تلقي الصالح حقيقينة ما كنت عرفتها كتعرفها ونا نقول لها سمحي لي اخسيرها ممكن غي غالطارة ماشي هي قلت لي وراكي الله يستر لهات سيدة شنو واقع عليها انا بقيت نقلق لها نعرف شنو فتحت راسها قلت لي والله اختي ما عرفنا قلت لي هي تلقات ما بقى نسمعنا لها اشي حاجة ونا فاسمعت القصة قلت لي لقيت تشابه وقلت لها ربما تكن هي قلت لي لكانت هي ربقات فيها بزاف وبغيت نتعاون معاها خانشوفو كيفاش نديرو وندخلو بخيط بياض واختشوف غير ولادها انا فاش قلت لي ولادها قاسني فاديك النقطة اللي ضررتني بزاف من القصة وانا نقول له واختي الله يدي لكتاويت الخير وان شاء الله تلقيها قلت ليها وحاولي انا كنت تواصلي معاهم تعرفي شنو كين موهم حاولت اني نبيل ليها ان صاحبة القصة ماشي يديك حيث ما كانش واخدة الاذن من عن صاحبة القصة باش نقول الشي واحد سميثة حقيقية وانا هي فعلا مراد القصة ولا لا واصلا احنا هاد الحسيمان ما كناش حاطينو حين تغيرنا بزاف ديال المعطايات الموهم بقي هي كتت هضر مهاية وانا شد بها الهضرة وكتعود لي علي هادك سيدة وتم كنت اكتت من بزاف ديال الحاجة وعرفت ان سيدة مكتبس عليها في حتى شي حاجة سيدة كانت صريحة بزاف وقالت كل شي قالت شي حويج لي ممكنش واحدة اخرى تقولهم باقي قتت هضر معايا كان عيط لصاحبة القصة وجاوباتني قلت ليها قالوا السلام عليكم المهم هنا غنخلي صاحبة القصة هي اللي غا تكمل لكم كيفما كتلكم قبيلة الوقت اللي جاوب شهرات كان كتسحب لي غا تقول لي راسافي غا نحط الجديد وكنت فرحانة كنت بغيت البنات اللي يدعو معايا يقولوا ها هي دارت شي حاجة بغيت نفرحون بدك شي اللي يفرحني حسنا كتقول لي راه تواصلت معايا وحتي داعها شنو اسميتها كان اسميتها نائمة قلت لي راسميتها نائمة قلت لي راسميتها نائمة راه كتقول من العائلة ديال راجل ديالك وراها شاكة انك انت يا صاحبة القصة وانا ربيينت لي اهلا انا فجلتها لكي احساس بقلبي تهزم البلاس وتلفتها البنات كنت قلت لي راح شهر زاد اولي شنو درتي شنو قلت لي راح انا قلت لي راح ماشي انت يا صاحبة القصة وصافي كنت غنصد الموضو حتى قلت لي يا الا ارا انا بغيت غير ندخل بخيط البيض بغيت زي ما الى القنافين ندخلو في الانها تصالح معاولداتها تشوفهم كنت قلت لي راح شاور معك انا ما اكتبش عليكم هالك سيدا بالضبط ما اعمرني اشتفى حاجة ديال الشر سيدا كانت داخلتها بلا قياس حتى هي ملتزمة اه درويشة بزاف بناتها ولادها اللي اعمرها سلعة اه كان عارفهم هي قريبة لعائلة راجلي بساف ما انقدرش نقول الصيفة ولكن قريبة لهم بساف وكانت كتتعرفهم وكانت جيعدنا وكل شي اه اه وعزيزة انا كنت كنت كنحس بها ان انا اعزيزة عليها وانا ارى البنات كنت مستواعبة وكنت عيشة باخر وانا اخر كنت متردة قلت لها شهرات ما تقول لها حتى شي حاجة ولكن ما تقتعيش معها خلي من المرادية على حيط نقدر زي ما ندوي معها قلت لها موين معتني غير شوية لوقت ونفكر فكرت البنات شاورت مع البنات اللي كانوا كيديو معايا تشاورت مع السيدة اللي كنت تخدمة معها قلت لها اش مبالي قلت لانا باغنشوف ولادي حاسة انها تستيدة تقدر انها تأثر عليهم تهضر معاهم مادم هي جاي باغن تهضر معايا وبقدت فيها الا واحد استيس بي وعرفتني اندمت وانا فعلا اندمت المهم قلت تقريبا واحد ما كاملس نهار ما كاملش بحل دويس معي اليوم الغدلي مع الصبح دويس مع شهرات وقلت لها شوف غير تواصلي معاها وعطيها المرتي انا غنهضر معاها وفعلا دك الشي اللي كان استيلا بأسلنا عما طوالي ما اشتريت قلت لها اقول لها فعلا قلت لها انا كان لها قلت لها وازلت محسى على قلبيه قلت لها وقلت لها وقلت لها لم يمكن لها قلبيه قلت لها وقلت لها و هو حاسر بأسل جماهيات و polept therm gibi قلت لي ذلك الساعة قلت لي ربما مشات سيدا قلت لي وخما بقي لازمعني عليك والو هاتش اللي بقى دارنا فراسنا كيفاش مشاهات كيفا السمحات فولادها قلت لي فاسمعت القصة قلت لي ما نكدبش عليك ما عرفش قلت لي شي حاجة قلت لي راكي فلانا قلت لي وكوسمت ردة وكان قلت دخلي سقرات قلت لي ولكير ما قدرت شابنيتي المهم تفشينا وقلت لي الحمد لله هتلاقيت مع واحد سيدا انا نخدم معها داما بالحلال قلت لي يا مزيال اللهم يسير المهم قلت لي شوفي ابنت قلت لي صفحة جديدة ربي غفور الرحيم كنا نعرف هذا الشيء كنا نحاول وكان دي المستحيل باش انني نبني حياتي من جديد وانني نبني حياتي بالحلال ماشي بالحرام المهم كان هضروه وهي تقول لي انا غا نحاول انني ندوي معهم ولي كنا ما عارفش ردة الفائل جالهم انا غا ندر ذلك الشي اللي عليا ولكماله على الله وبصي توصية واحدة وكتلا عافعك حتى شي واحد مساغل الخبار القيصة اللي حطيت ولا يعرف عليا شي حاجة ما بقيت حتى شي واحد يعرفني بالضبط قاعدك شي اللي دوست قلت لي شوفي ابنتي قلت لي الشي انا حاسة ان هاتشي من الحمد الله قلت لي لانا ما يمكنش كيف حتى تعرف تكنتيا قلت لي رمي ممكنش وفعلا رمي ممكنش قلت لي وثانيا انا رجيا صالح ما جايش نخاسم قلت لي وهاتشي غيبقى بينه وبينك وحتى شي واحد ما غاي ساقلي الخبار المهم هديك سيدانك في مكتلكم كان عارفه مزيان وكانت يغفى سيد الله يعمرها دار وبحقلها مرة كبيرة مش اشي واحدة صغيرة ولا ما اندهاقل صافي منديك صاحب كتنوياء على تواصل اه هي كتمش قلت لي شي اذا كانت معادي انا رجعي شكو المهم على التفاصيل في المهم مكنين يش تفاصيل ساوم شستعين دي عقصي قلت لي وقلت لي شكو لم تتخيلين شكو المعاملت لها في لعمة وقلت لي صدق لي الموضوع قلت لي قلت لي صدق لي موضوع قلت لي أستيدا كيف شافني تلاحط عليها وتبكي وقت نخطوص وقت تسوول على أولادها وفاش قلت لي علش مامش يش في سيوم قلت لي غير مشاكل وخلاص قلت لي انا ندعمت وبغيرت نشوفهم ولكن لم أغيرت ان اططر عليهم ق اليوم الدنيا و مجربة للكبدة و المتحسسين و تتعود لها و تتقوم بساحة و تتعود لها و تتعود لها و تتعود لها لن أرى الكثير من الملادين وقالت لك أقل الأبنة وقالت لها بشكل حالتها وقالت لها لا تشاهدتها، لم تشاهدتها فقد راية جيدة وقالت لها المهم، سألت لها بالسعب وقالت لك أن تريد من جيدة دولة عاجزة وقالت لها لقد أقلت لها بشكل حال قلت لك شوية رطابت وقلت لها يكون خير ندوية معا ولدي وان شاء الله يكون خير سيدو اسمعا ولدها وولدا قلت لها سدي الموضوع عايدة للأستيدة قلت لها عافك سدي الموضوع المهم هذيك السيدة كانت مشات نيشان عن دراجلي ودو اسمعها نيشان وقلت لها الله يرضي عليك أولدي عافا قلت لها شوفها فلانا انا عرفتين ايدي زعلية وزيما ديرك فوحد بلصة كبيرة هذي الموضوع بالضبط مسقي الجبدي ليا هذيك السيدة سالة معها الرزق سافي جدا طريقها بسلامة انا النهار الأول قلت لها واش بغتي ولادة قلت لها هي تخلت عليهم دبا ممكن جزء لهم بغيتكم وانا اولادي قلت لهم رهمكم ماتت عارفت وطلحت لي عليدي وقد قلت لها شوفها والتي الله يرضي عليك شوف غير حالتها كيفية جديرة وهذيك السعيلة ما بقعتش فيك انت حر قلت لها البنت بقعت فيها وابني شافتني ويقد قلت لها اولادي احافك بغتي لشيطة صباراتهم ولقعتني معدي حتى صباراتهم المهم مع انت عندما قلت لها سيدة اخبت ويتحاول انها ترتبه وهالادي في الاخر كنت قلت لها شوف دامه في لافلانيين او الناس ايتم انا لا معرفش بالضبط ولكن hemma وكانت واصلت اللقاء وقلت لي عودة لك وانا قلت لها يمكن تأتي معي واشوف افطراقك نيشانه وانا اذا كانت قلت لها شوفي قسم من بلا لبلا بي الوقت كانت دم على مابرس وجه عندنا القيام بشكل اي شيء اليوم الى اليوم سيعق المحاول لدانك احاول لدانك لأي شيء اختيبه ويشم المحتوى تحويل ان احضار المحاول تحطمت من خليط للمكان المستقبل ان احضار المحاول ونحويل من خلال الساعة ونحاول دانك لا يمكن ان نظر الذين متحدثون يلاحظون الحمال وانا ما بقىش في راسي وما بقىش نتعاون مع راسي كندير المستحيل يعني كتكمشي البلية الوقت اللي صافي كنحس براسي غادي تفرقع ولا غادي نحماق عاد كنديلشي حاجة وقليلة ومنمورها مباشرة كنود كنود كنتوضى محرفش هدك لوضو جديز لي وليل لو كنهزر بيون بقى نبكي 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 كنت متوقع ان الراجل يجي يشوفني يشوف حالتي كنت وحشني باللحق السيد الله علمي لا كان جاو مشتوش ما نعرفه خان ركو تردى البال ولكن مشتوش المهم مشتوش السيدة تواصلت معايا كان دائما هي كتعيط لي اقالوا بنتي شنو درتي وياكي ديري عقلك ما شيء لو دوع لو دراتك كنقول لها شوفي انا راه والله لاندمت ورا هادك شي دي كندير فيرا ما عمرني ما نرجع ليه انا راه الحمدول لرقيتها تريفة الخبز راني كناكو الفيرا ما عمرني نفرط فيه هادك السيدة اللي كنت خدمة معاها حتى هي بنت الناس كنت صراحة كنت خدم مني شي وحتى هي ما كنت بنقص عني حتى شي حاجة فاش كان ديو معاك تقول لها ما شي مشكل دا بيت سهل الله وتردي ليه المهم كانت بنت الناس كان وشي ناس هموا واقفين معايا المهم ما غان كدبش عنيكم ماديا ما كان نقصني والوف هادك الفترة وانا كنت كنحاول اني اندي المساحل باش اني انتحسن المهم البلاد هادك سي دبقات كل شوية كتتواصل مع راجلي مرة كتعيط له في التليفون مرة كتحطوا امام الامر الواق سي قاد كتت لكم حتى الواحد الجمعة ومشت عاد ماما وضعت بيها وقاد بأن البنت مشتع فيها بزاف عافك المدوي مع ولدك شوف انتي ديري راسك في بلاسة وانتي طوري تتفرق عليك فترة قلت لها ولدي رما بغش قلت لها و أقلت قلت لها وقلت لها وانا نهار لنهار لها قلت لهالقات لها قلت لها انا بجي تشوفوا منها ليهم غر انا تبعد عليا و الدرادي سولوني غر انا ما نعود لهم كل شي قلت لها والدي وانت هادك وانت هادك وانت هادك المهم بكت ك وصلوا الوقت التي انا فقط في الآمال ومشي انا كافي وستخدموا الوقت لديها شكرا بزاف انك ايضا وحاجة كافي وخلي الامور في حال هكذا كنت تقول لي يا واشخة نقول لك ابنتي والله تتلفت لان هي راها انسانة اللي راجلي كي يحترمها بزاف 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 وعزيزة ليه من عائلة ماما بالضبط وعزيزة لي بزاف المهمة البنات صافي حتفقت الامال وماشي انا كاملين البنات صافي حتقت لشهرات زاد غار حتى القصة ديالي رمى فيها حتى شي جديد وحتهد شي كامل اللي ترمى كشمع اولا نقوله حسن نهار اللي غدي صعيط ليه وغدي تقول لي يا شوفي راجلك راه قال لك موافق معدوش مشكيل غير هو رغي يقول دراري انك انتيك انتي على بره ويا الله جيتي قادي تشوفي هون مرة واحدة وغدي تغبري وغدوز مدعو تشوفيهم يعني تشوفيهم مرة في شهور مرة في عام ماشي يوميال ولا مثلا مرة في كل سمانة لا قال لك وبعديني قل لها شوفينا نشوف غير ولادي والله هي ما نقول لي شي حاجة فعلا تكشي لي كان كانت دولت معاه وقاتله السيدة راه موافقة كان قل لانتلقى معاها اعطسوا الرقم دل تليفون ديالي ع قل لانتلقى في بلاصة فلان فلانية ما سوى الالية ما وعلو مهم البسج اللاعبتي وفول هاري ماشي يوميال بناس كيف جغمال ديال الدم ربي اللي عالم بياه الوجه اللي ينقابلوا به مبقىش عندي المهم وصلت لها ديك البلاصة اللي كان فيها هو وقف ويقل يا شوفي غنقول لك جوش كلمات انا قدرت تشوفي معاولاد اتشوفي معاولاد بقيت طريح تشوفي معاهم بقيت تستري راسك استريه شغلك هاتك كنت حضرت راسي وكتلو شوفي انا ما بقيت لك شي حاجة حتى لا بدش توريهم ليا ما توريهم شليا قال لي يا شوفي غديت شوفي هم مرة في ستشهور ولا مرة في العام حتي يقول ليا الطانطو ديالراسي انا قل لهم انك انتي عايشة برا ودابا جيتي قلوا اللي درتيها انا معاك وما غنقول حتى الشكلة بفوق من كلامك انتها المهم كان قال لي يا ما غنش نطورو الهضراء النهار فلان فلاني غديتشي صبيا هاتك النهار اللي قالوا لي غير هاد اليامات مشيتها البنات ما نقدبش عليكم كنت حاسب واحد الفرحة وفي نفس الوقت واحد الخلعة ما كنت شعر فراسي من الرجلية المهم شيت لهاديك الدار دقيت حلت لي يا حماتي دخلت الداخل كيف شفوني ولادي تلاحوا لي يا ولدي الصغير قاعد لحلي حدرج لي وكي قول لي يا ماما 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 والدي كيت باكى ورقيت ان الراجل قال ليهم اني لي انا لاخرش برا المغرب وهذا هو السبب اصلا المهم بنتي الكبيرة واللي كانت فاهمة وعيقب كل شي كانت قلت لي يا ماما حرم عليك على شدر تيدك الشي حلاش خليتين ومشيتك لها ماما ما خليتكمش ماما رغير خد ماما ما ايها هادي ماما غير هادي شاء الله يكون خير وهنتم مع باباكم مهم هو قارس واحد الصالة ونفاس معانا وحاضر راسه مهم قلت سمعهم شوية الوقت اللي بغيت نمشي كي يبكي وقال لي ما عندك فين تمشي قلت سمعانا كلهم شوفوا رخصني نمشي ربقيت تابعني الخدمة مهم ما خلاوني شتا اقوسي قتلي قلت سمعهم شوية بقيت قلت سمعهم تقريبا واحد ربعا دي لسوية الراجل كان خرجه وخلانا بقايقوا يقول لي فين اني بلاد نسي شنو كديري كان حاول ان ميني نحنشي حفظتوا في المدى كانت نسيتو كلافتو البنات لابت وم حارفة ما نصيحت ربك ليس كامل ان تكون لابا لادى اللحظه متواصلين وأطبيلتو البنات واحد لاحساس ان لاحرمكم من والداتي و لا ودك ربك بريدان اخلوا في شي إيه يكوؤ ماما ما انت تمشي وهناك اخاطي كلمه ويأدي لطة الوقت اعطيك خلالك ولي هم متواصل معهم اش منصورة اللي سي ويبقى ويشوفوك بيها أنا بنتي وما قداش لحد الساعة نتذكر هذوك الشوفات حيث ما بغاش نتذكرهم وحد شوفات كي قتلوا ديال ماما انتي السباب هاكا هاكا ولدي الخرين ما فاهميش ولكن هي تبارك الله فاهمة كل شيء المهم قل اسمعهم من بعد خرش من سما كنت قلت لي امتى نقدر نشوف ولادي للي يحتن ايت لايك المهمة البنات هات شي اللي وقع فالقصة ديالينا فرحانة بزاف اولا فرحانة حيث الحمد لله كنحاول اني نم داحياتي مجدد وخبق الحد الس ساعة بزاف الحواج مرونين ولكن حمد الله وشكراه المهم على الاقل هانا بديت كان احرف نخياط هانا وليس خد دامة بدراعي على الاقل هذيك السيدة ما بقال زع ما كتعطيني في حل اول غير زع ما كتعطيني دامة كتعطيني الحين تخد دامة خير هذيك السيدة ما حمرني منسح لو تبغي عينيا نعطيهم لها بزاف دياليبنات انا ما ذكرتهم ش حيث خفت لن نذكروا وحدة ونخلي وحدة ويبقى فيهم الحال بزاف دياليبنات ليتواصلوا معايا بزافة البنا وبرانات لي البقاء في حالة. اللي قالوا لي غلطي أه وعيروني يسبوني ولكن فهموني. عارفوني انني غلطت واندمت وعرفوني انني فجي تتعود القصة. ما بغى حل كنت كنت نعود القصة يمكنك نحسن أن جميعهم يبنت ستبتو بالفيدي، يمكن كنت توبي ليين بذيالي بصحدي لشي ربي يعاوني نبراحي فيه فالمجديوية. لابد لم نتمنى أحد تشي وحدة فصل ل هذه المرحلة الليه وحدة كنت المستطلها كنت احدى لشي وحدة مثلا دابة كنت تغلط فصل لها سعرف انه هذيك تريق محتش يوزن نهار اللي غتخرجي من دارك نهار يا دار وليديك يعني فحال فحال غادي تحسي بالقيمة ديال هذيك تتخف اللي يساترك غادي تعرفي انه ما كان محسن من داركم ولا ضرر ما كان محسن منه ما كان محسن من الفساد وخرجان طريق وقاحه هذيك الشي اللي كيبالك واو وذك الصهير والضحك اعرف انك شي غير كدوب نهار اللي كتعيشيه كتعيشي فوحد للمأساة كبيرة انتي ضحكة ولكلم الداخل جيالك مقالوا هذي شي اللي وقعها البنات اليوم كيف مكلي كومراني خدامة على راسي مقاعت لها مع الزمان كانت نهار اللي عيت لي ويقول يا ايجي تشفي ولادك ونمشي وندير نفس المصرحية ديال ان الله جي من على براه ونعلى الاقل نشوفهم ونذكر بعد السويق ولا اعلم الله شحال غا نشوفهم الحمد لله بغيت نشكر السيدة اللي وقفت معايا السيدة اللي كان سباب باش ان راجلي على الاقل حين فيها خليني نشوف ولادي راجلي ما عندي معي شي اعمال ما نكنبش عليكم حين ماهش فيها العين حدو حدو حدة ذكرها دراء اللي قلت لكم بالضبط ما عزادش معايا الكلمة حتى في الوقت اللي كانت خارجة ما شاف فيها وطلعوا ونهبط مهم مدواني ما كلمني وصافي مهم الموضوع تسد ونا عارفو ما كينش راجل اللي غي قبل على راسه قاع هذيك شي اللي عرف عليها شكر خاص الابنات اللي في القناة اللي اخلوا لي لي كوموتار اللي عيلوني اللي ينصحوني اللي يدعوا معايا الهلاء اختيكم اليوم الى كنت نطلب حاجة واحدة هي ادعوا معايا الابنات اللي ادعوا معايا ربي يغفر لي هذينا الترق المستقيم وتبتني عليها هاتشي اللي وليس كنت منا كشكركم بزاعة في الابنات وهاتشي اللي وقاهم معايا اليوم قلت لكم بالتفاصيل تعالو لغزالة ديالي هنا سالة الجديد ديالنا الجديد اللي كان مقطع كل شوية كنعرف فيه شي حاجة حتى كنبغي نشاركه معاكم ونقول لها ربما تكون شي حاجة اللي كتفرح اه كنت سنعه وتاني ومن بعد بقوة الكومنتر كنقول يوان تشارك معاهم هاتشي اللي ترا او تاني كنقول خلي الامور تيسر باش ربي يكمل فيها ماشي كنخبي عليكم الجديد للبنات ولكن غير كنت سنعه حتى يكمل والجديد ديالنا راح باقي لحد الساعة يعني ما حارفينش بالضبط اشنو غاي ترا غير البنات حسيت ان من حقكم حتى انتم متعرفوا بالضبط اشنو ترا في هذي القيصة الغزالة ديالي هنا سالة القيصة ديالنا ما تنسوش طبعا تخليوا الاراء وتعليق ديالكم بصاحبات القيصة وما تنسونيش من التعليق الزوينة هنا مبقى ليه الا مقول لكم حبيباتي ما سخيتش بيكم كات معاكم شهره زاد اللي كاتحمق وكاتموت عليكم